بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثامن عشر من دروس تفسير سورة يوسف عليه السلام للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية السادسة والثمانين وما بعدها إلى الآية التسعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى على لسان يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يقول الإمام في تفسير قوله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ثم حكى تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعني أن هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وإنما أذكره في حضرة الله تعالى والإنسان إذا بث شكواه إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كما قال صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك والبث هو التفريق قال الله تعالى وبث فيها من كل داب فالحزن إذا سطره الإنسان كان سما وإذا ذكره لغيره كان بثا وقالوا البث أشد الحزن والحزن أشد الهم وذلك لأنه متى أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكره لم يكن ذلك الحزن مستوليا عليه وأما إذا عظم وعجز الإنسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الإنسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الإنسان فقوله بثي وحزني إلى الله أي لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله تعالى وقرأ الحسن وحزني بفتحتين وحزني بضمتين قيل دخل على يعقوب عليه السلام رجل وقال يا يعقوب ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سنا عالية فقال الذي بي لكثرة غمومي قال يعقوب عليه السلام جوابا عما قاله ذلك الرجل الذي بي لكثرة غمومي فأوحى الله تعالى إليه يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي فقال يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي فغفرها الله عز وجل له وكان بعد ذلك إذا سئل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله ورؤي أنه أوحى الله تعالى إليه إنما وجدت عليكم لأنكم ذبحتم شاتا فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه وإن أحب خلقي إلي الأنبياء والمساكين فاصنع طعاما وادعو إليه المساكين وقيل اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها فبكت حتى عميت ثم قال يعقوب عليه السلام وأعلم من الله ما لا تعلمون أي أعلم من رحمته وإحسانه ما لا تعلمون وهو أنه تعالى يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب فهو إشارة إلى أنه كان يتوقع وصول يوسف عليه السلام إليه فهو إشارة إلى أنه كان يتوقع وصول يوسف عليه السلام إليه وذكروا لسبب هذا التوقع أمورا أحدها أن ملك الموت أتاه فقال له يعقوب عليه السلام يا ملك الموت هل قبضت روح ابن يوسف قال لا يا نبي الله ثم أشار إلى جانب مصر وقال أطلبه هاهنا وثانيها أنه علم أن رؤيا يوسف عليه السلام صادقة لأن أمارات الرشد والكمال كانت ظاهرة في حق يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطئ وثالثها لعله تعالى أوحى إليه أنه سيوصله إليه ولكنه عز وجل ما عين الوقت فلهذا بقي في القلق ورابعها قال السدي لما أخبره بنوه بسيرة الملك وكمال حاله في أقواله وأفعاله طمع أن يكون هو يوسف وقال يبعد أن يظهر في الكفار مثله وخامسها علم قطعا أن بن يامين لا يسرق وسمع أن الملك ما آذاه وما ضربه فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف عليه السلام فهذا جملة الكلام في المقام الأول وهو تولي يعقوب عليه السلام عن بنيه وحزنه وبكاؤه على يوسف وأخيه والمقام الثاني أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف وهو قوله يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء على الأمارات المذكورة قال لبنيه تحسسوا من يوسف والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهو شبيه بالسمع والبصر قال أبو بكر الأنباري يقال تحسست عن فلان ولا يقال من فلان وقيل هاهنا من يوسف لأنه أقام من مقام عنه قال ويجوز أن يقال من للتبعيض والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة من لما فيها من الدلالة على التبعيض وقرأ تجسسوا بالجيم كما قرأ بهما في الحجرات يعني في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا قرأت أيضا ولا تحسسوا فهنا اذهبوا فتحسسوا وقرأت فتجسسوا ثم قال ولا تيأسوا من روح الله قال الأصمعي الروح ما يجده الإنسان من نسيم الهواء فيسكن إليه وتركيب الرائي والواوي والحائي يفيد الحركة والاهتزاز فكل ما يهتز الإنسان له ويلتز بوجوده فهو روح فكل ما يهتز الإنسان له ويلتز بوجوده فهو روح وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تيأسوا من روح الله يريد من رحمة الله وعن قتادة من فضل الله وقال ابن زيد من فرج الله وهذه الألفاظ متقاربة وقرأ الحسن وقتادة من روح الله بالضم أي من رحمته ثم قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قال ابن عباس رضي الله عنهما إن المؤمن من الله على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أو ليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الكفر فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة وهي العجز والجهل والبخل وكلها محالة على الله عز وجل فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة وكل واحد منها كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا والله أعلم وقد بقي من مباحث هذه الآية سؤالات السؤال الأول أن بلوغ يعقوب عليه السلام في حب يوسف عليه السلام إلى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بمن كان غافلا عن الله تعالى فإن من عرف الله أحبه ومن أحب الله لم يتفرغ قلبه لحب شيء سوى الله تعالى وأيضا القلب الواحد لا يتسع للحب المستغرق لشيئين فلما كان قلبه مستغرقا في حب ولده امتنع أن يقال إنه كان مستغرقا في حب الله تعالى السؤال الثاني أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل بذكر الله تعالى وبالتفويض إليه والتسليم لقضائه وأما قوله يا أسف على يوسف فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر الأنبياء عليهم السلام والسؤال الثالث لا شك أن يعقوب عليه السلام كان من أكابر الأنبياء وكان أبوه وجده وعمه كلهم من أكابر الأنبياء المشهورين في جميع الدنيا ومن كان كذلك ثم وقعت له واقعة هائلة صعبة في أعز أولاده عليه لم تبقى الواقعة خفية بل لا بد وأن تبلغ في الشهرة إلى حيث يعرفها كل أحد لا سيما وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقي يعقوب على حزنه الشديد وأسفه العظيم وكان يوسف في مصر وكان يعقوب في بعض بلاد الشام قريبا من مصر فمع قرب المسافة يمتنع بقاء هذه الواقعة مخفية السؤال الرابع لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحدا إلى يعقوب ويعلمه أنه في الحياة وفي السلام لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحدا إلى يعقوب عليه السلام ويعلمه أنه في الحياة وفي السلام ولا يقال إنه كان يخاف إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرا كان يمكنه إرسال الرسول إليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول والسؤال الخامس كيف جاز ليوسف عليه السلام أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم يستخرجه منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بريئا عنها السؤال السادس كيف رغب في إلصاق هذه التهمة به وفي حبسه عند نفسه مع أنه كان يعلم أنه يزداد حزن أبيه ويقوى والجواب عن السؤال الأول أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من الخواطر ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال بالدعاء والتضرع فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق والجواب عن الثاني أن الدواعي الإنسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول يا أسفى على يوسف وتارة كان يقول فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وأما بقية الأسئلة فالقاضي عبد الجبار أجاب عنها بجواب كلي حسن فقال هذه الوقائع التي نقلت إلينا إما أن يمكن تخريجها على الأحوال المعتادة أو لا يمكن فإن كان الأول فلا إشكال وإن كان الثاني فنقول كان ذلك الزمان زمان الأنبياء عليهم السلام وخرق العادة في ذلك الزمان غير مستبعد فلم يمتنع أن يقال إن بلدة يعقوب عليه السلام مع أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام لكن لم يصل خبر أحدهما إلى الآخر على سبيل نقض العادة ثم قال تعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين يقول الإمام اعلم أن المفسرين اتفقوا على أنها هنا محذوفا والتقدير أن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه قبلوا من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف عليه السلام فقالوا له يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فإن قيل إذا كان يعقوب عليه السلام أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل قلنا لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة مما يرقق القلب فقالوا نجربه في ذكر هذه الأمور فإن رق قلبه لنا ذكرنا له المقصود وإلا سكتنا فلهذا السبب قدموا ذكر هذه الواقعة وقالوا يا أيها العزيز والعزيز هو الملك القادر المنيع مسنا وأهلنا الضر وهو الفقر والحاجة وكفرة العيال وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم وجئنا ببضاعة مزجاة وفيه أبحاث البحث الأول معنى الإزجاء في اللغة الدفع قليلا قليلا ومثله التزجية يقال الريح تزجي السحاب قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابه وزجيت فلانا بالقول أي دافعته وفلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة والبحث الثاني إنما وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أو لهما جميعا والمفسرون ذكروا كل هذه الأقسام قال الحسن البضاعة المزجاة القليلة وقال آخرون إنها كانت رديئة واختلفوا في تلك الرداءة فقال ابن عباس رضي الله عنهما كانت ضراهم رديئة لا تقبل في ثمن الطعام وقيل خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة وقيل متاع الأعراب أي الصوف والسم وقيل الحبة الخضراء وهي الفستق وقيل الأقط وقيل النعال والأدم وقيل سويق المقل وقيل صوف المعز وقيل إن دراهم مصر كانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاءوا بها ما كان فيها صورة يوسف عليه السلام فما كانت مقبولة عند الناس البحث الثالث في بيان أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجا وفيه وجوه الأول قال الزجاج هي من قولهم فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل والمعنى أن جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير جئنا ببضاعة مزجاة بها الأيام الثاني قال أبو عبيد إنما قيل للدراهم الرديئة مزجا لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقها قال وهي من الإزجاء والإزجاء عند العرب السوق والدفع الثالث ببضاعة مزجا أي مؤخرة مدفوعة عن الإنفاق لا ينفق مثلها إلا من اضطر واحتاج إليها لفقد غيرها مما هو أجود منها الرابع قال الكلبي مزجاة لغة العجم وقيل هي من لغة القبط قال أبو بكر الأنباري لا ينبغي أن يجعل لفظ عربي معروف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط البحث الرابع قرأ حمزة والكسائي مزجاة بالإمالة لأن أصله الياء والباقون بالنصب والتفخيم وهذه قضية تتعلق بالأداء ولا تأثير لها في التفسير واعلم أن حاصل الكلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أو لمجموعهما ولما وصفوا شدة حالهم ووصفوا بضاعتهم بأنها مزجاة قالوا له فأوفلنا الكيل والمراد أن يساهلهم إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد أو يقيم الرديء مقام الجيد ثم قالوا وتصدق علينا والمراد المسامحة بما بين الثمنين وأن يسعر لهم بالرديء كما يسعر بالجيد واختلف الناس في أنه هل كان ذلك طلبا منهم للصدقة فقال سفيان بن عيينة إن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآية وعلى هذا التقدير كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة وأنكر الباقون ذلك وقالوا وحال أولاد الأنبياء ينافي طلب الصدقة لأنهم يأنفون من الخضوع للمخلوقين ويغلب عليهم لانقطاع إلى الله تعالى والاستغاثة به عن من سواه وروي عن الحسن ومجاهد أنهما كره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق عليه قالوا لأن الله تعالى لا يتصدق إنما يتصدق الذي يبتغي الثواب وإنما يقول اللهم أعطني أو تفضل فعلى هذا التصدق هو إعطاء الصدقة والمتصدق هو المعطي وأجاز الليث أن يقال للسائل متصدق وأباه الأكثرون وروي أنهم لما قالوا مسنا وأهلنا الضر وتضرعوا إليه إغرورقت عيناه فعند ذلك قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وقيل دفعوا إليه كتاب يعقوب فيه من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء أما جدي فشدت يداه ورجلاه ورمي في النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه وأما أبي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففداه الله وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إليه فذهب به إخوته إلى البرية ثم أتوني بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناي من البكاء عليه ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به إليك ثم رجعوا وقالوا إنه قد سرق وإنك حبسته عندك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقا فإن رددته علي وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك فلما قرأ يوسف عليه السلام الكتاب لم يتمالك وعيل صبره وعرفهم أنه يوسف ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه قيل إنه لما قرأ كتاب أبيه يعقوب ارتعدت مفاصله وقشعر جلده ولان قلبه وكثر بكاؤه وصرح بأنه يوسف وقيل إنه لما رأى إخوته تضرعوا إليه ووصفوا ما هم عليه من شدة الزمان وقلة الحيلة أدركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف وقوله هل علمتم ما فعلتم بيوسف استفهام يفيد تعظيم الواقعة ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم في حق يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه وهو كما يقال للمذنب هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالف واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى وأوحينا إليه لتنب أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وأما قوله وأخيه فالمراد ما فعلوا به من تعريضه للغم بسبب إفراده عن أخيه لأبيه وأمه وأيضا كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الإيذاء أنهم قالوا في حقه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل وأما قوله إذ أنتم جاهلون فهو يجري مجرى العذر كأنه قال أنتم إنما أقدمتم على ذلك الفعل القبيح المنكر حالما كنتم في جهالة الصبا أو في جهالة الغرور يعني والآن لستم كذلك ونظيره ما يقال في تفسير قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قيل إنما ذكر تعالى هذا الوصف المعين ليكون ذلك جاريا مجرى الجواب وهو أن يقول العبد يا رب غرني كرمك فكذا هاهنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالة للخجالة عنهم وتخفيفا للأمر عليهم ثم إن إخوته قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف قرأ ابن كثير إنك لأنت على لفظ الخبر وقرأ نافع أئنك لأنت يوسف بفتح الألف غير ممدودة وبلياء وأبو عمر آينك بمد الألف وهو رواية قالون عن نافع والباقون أئنك والباقون أئنك بهمزتين محققتين وكل ذلك على الاستفهام وقرأ أبي رضي الله عنه أو أنت يوسف فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ بالخبر أما الأولون فقالوا إن يوسف لما قال لهم هل علمتم وتبسم فأبصروا ثناياه وكانت كاللؤلئ المنظوم إن يوسف لما قال لهم هل علمتم وتبسم فأبصروا ثناياه وكانت كاللؤلئ المنظوم شبهوه بيوسف فقالوا له استفهاما أئنك لأنت يوسف ويدل على صحة الاستفهام أنه قال أنا يوسف وإنما أجابهم عما استفهموا عنه وأما من قرأ على الخبر فحجته ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه وكان في فرقه علامة وكان ليعقوب وإسحاق عليهم السلام مثلها شبه الشام وكان ليعقوب وإسحاق عليهم السلام مثلها شبه الشام فلما رفع التاج عرفوه بتلك العلامة فقالوا إنك لأنت يوسف ويجوز أن يكون ابن كثير أراد الاستفهام ثم حذف حرف الاستفهام وقوله أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف فيه بحثان البحث الأول اللاب لام الابتداء وأنت مبتدأ ويوسف خبره والجملة خبر إنه البحث الثاني أنه إنما صرح بالاسم تعظيما لما نزل به من ظلم إخوته وما عوضه الله تعالى من الظفر والنصر فكأنه قال أنا الذي ظلمتموني على أعظم الوجوه والله تعالى أوصلني إلى أعظم المناصب أنا ذلك العاجز الذي قصدتم قتله وإلقاءه في البئر ثم صرت كما ترون ولهذا قال وهذا أخي مع أنهم كانوا يعرفونه لأن مقصوده أن يقول وهذا أيضا كان مظلوما كما كنت ثم إنه صار منعما عليه من قبل الله تعالى كما ترون وقوله قد من الله علينا قال ابن عباس رضي الله عنهما بكل عز في الدنيا والآخرة وقال آخرون بالجمع بيننا بعد التفرقة وقوله إنه من يتق ويصبر معناه من يتق معاصي الله تعالى ويصبر على أذى الناس فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والمعنى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجرهم فوضع المحسنين موضع الضمير لاجتماله على المتقين وفيه مسألتان المسألة الأولى اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا المقام الشريف بكونه متقيا ولو أنه أقدم على ما يقوله الحشوية في حق زليخة لكان هذا القول كذبا منه وذكر الكذب في مثل هذا المقام الذي يؤمن فيه الكافر ويتوب فيه العاصي لا يليق بالعقلاء المسألة الثانية قال الواحدي روي عن ابن كفير من طريق قنبل إنه من يتقي بإثبات الياء في الحالين ووجهه أن يجعل من بمنزلة الذي فلا يوجب الجزم ويجوز على هذا الوجه أن يكون قوله ويصبر في موضع الرفع إلا أنه حذف الرفع طلبا للتخفيف كما يخفف في عضد وسجع والباقون قرأوا بحذف الياء في الحالين وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية التسعين ونقف عند الآية الحادية والتسعين وهي قوله تعالى قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين